الخوص والخواتات السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير ورزقكم ربي الفضل التسير والرزاق الكثير. الاحداث القصة دي راد النار سيدينا الواحد دوار كي تواجد في النواحي دي المدينة قناترا جهة سيدي اللانتاسي. هذه الاحداث وقعت في عام 2018. الدرك الملاكي دي في واحد النار عايت توصلوا ببلاغ من عند واحد الرجل يعلمهم باللي تلاقها جثة وجثة هذه المرة لقاها مقتولة ووصل الارض دياله. هذه الاخبارية اللي جاءت عبر الهاتف خلت درك الملاكي مباشرة يتوجهوا للعنوان اللي نعطي لهم السيد. يمشوا لتما باش يتأكدوا من صحة الاقوان دياله. من صحة هذا البلاغ ويعرفوا شنوا واقعتما بالضبط. الجرون دارما يوصلوا بالضوار ويوصلوا بالضبط لهذه الارض. فعلا عايت تشفوا وجود تدير واحد المرأة تكون تقريبا في اواخر اربعين اتمنى مرأة. سيدة طيح على كرشة وسط واحد الارض في لحية. الاتار دياله مخاكة نيابس كان باقي واضح على رأسها. من الملاحظة الاوادية ومن المعاينة عايت بيه للدرك بالضحية متلقية ضربة واحدة في الخلف ديال الراس دياله. كذلك هدي يلاحظوا اتار ديال روايد ديالشي ديالشي طو موبيل دايزن من حد الجده. هادشي الحد الساعة هو اللي يبليه. فهذه لحظة الدرك الملاكي علموا فرقة التشخيص القضائي باش تجي حتى هي دير خدمتها في مصر حج داريما. حي تفحص الجده ورفع الأدلة الجنائية ورفع البصمات من اختصاص فرقة التشخيص القضائي. يعني نزل الدرك ما خاصهم شي يقلبوا الجده ولا حتى المنطقة اللي تلقات فيها قبل ما تدير فرقة تشخيص القضائي خدمتها يلاول. اماما الحقهم يديروا المعاينة على المبدأي. يعني يشوفوا بعيوناتهم ويسجلوا الملاحظات دياله. يعني باش دارك الملكي ما يتلفون لهم شي الخدمة او يمحيوا معالم الجاري. ما بحل اطاة ديالرجلين ولا شي حاجة تكون طاحت الجاني او الجونات. معتنا شي شعرات شي صدفة شي بونتاد القارو. المهم اي حاجة ولو صغيرة اللي قدروا يوصلوا بها المجرم ما خاصها شتلف او رضاها. وقت المعاينة خصهم يشوفوا فقط ويلاحظوا ويسجلوا داكشي. داكشي لاجد دارك الملكي كانوا ردي البال مزيان لاي خطوة كيديروها. طبيعة الحال هاد شي را عندهم تكوين عليه. يعني كيكونوا متمرسي. ومتمكنين مزيان من اي خطوة كيديروها. مهم في هاد الوقت بدأوا الجوندرم كي ياخدوا الاقوال ديال هاد الشخص اللي باللخو ملاد الواقع. هاد السيد اسميته ابراهيم في عمره ثمانية وخمسين عام. ابراهيم عايقول دارك الملكي باللي ديك الارض اللي يلقى فيها الجوتة رها دياله. ودك النهار كان مشل الارض على اساس يكمل الحصاد ديال الزرق. كان زالة شفارينة بش يكمل الحصاد. بش هل تمعتك كيتفاجئ بالسيدة طايحة وراسها كله عمر مد. قالوا ما انا غي شفتها. سيدة ما كنتتحرك ما كنتنفس. ما حاولش نهائيا نقرب لها حيش كيت باللي تقدر تكون ميزة. قالوا مباشرة اتصلت بكم. واعلمتكم تملوا لين باش نتفاد المشاكيل وستطاع الراس. ونبعد على راسي قاع الشبهات. ترك الملكي بدأوا كي يسهولوا. قالوا له واش هاد السيدة هادي. واش كيتسكن في هاد منطقة ديالكم. واش فايت لكشفتها في هاد ضواء. جاوبهم السيد باللي هاد اول مرة كيشوف فيها الضحية. المهم من بعد ما اخذوا منه جميع المعلومات اللي محتاجنها. تلقوهم شي في حالاتهم. في هاد وقت هذا بالضبط كانت فرقة تشخيص القضائي وصلت لتمنى وبدأت في الاجراءات ديالها. وفي المعاينة الاولية اللي داروها على الضحية. سبيل لي هم اللي ديك المنطقة اللي تلقيت فيها الجثة ماشية مصرح الجريمة. جريمة وقعت في لاس اخرى. ومن بعد الجثة تنقلت وتخلصوا منها المجريمين في ديك الارض. هاي لقوا عود الساك ديال الضحية او قريب منها. فيه التليفون. وفيه واحد مبلغ صغر. الساك عود كانت فيه لاكارت ناسيونال. بطاقة الوطنية ديالها. وهو كان واحد الخاتم صغر ديالتها. الدارك الملكي من اللي لقوا الفلوس. ولقوا الخاتم ديالتهاب. ولقوا التليفون. هنا استبعدوا الاحتمال ديال الصرق. ولكن في الاخر البحث هو اللي غادي اكد او ينفي هاد الفرد ديال. في اطار معينة فرقة تشخيص القضائي غادي لاحظوا بليه الضحية. كانت فرج ليها غير فردة وحدة ديال الصابو. فردة التانية ما كينهاش. وهاد الشي غادي خليهم يديروا واحد تمشيط واسع لديك المنطقة. ويتبعدوا كل اطار ديال الروايد اللي كانوا في ديالارض. على امل. كانوا ربما يلقوش حاجة اللي كتخصي الضحية. في هاد النواحي ديال المسرحة للجريمة. ربما يلقوا الفردة الصابو. ربما يلقوش دليل جنائي. شي حاجة اللي تعاونهم في البحث دياله. بقوا كي يقلبوك يقلبوك يقلبوه توصلوا واحد بلاصة اللي عيلقوا فيها الفردة التانية ديال الصابو. الفردة التانية كانت مليوحات قريبا بعيدة بواحد تعمائة ميدر قريب كيلو متر. ولكن لي ما كانش مفهوم بالنسبة لهم. ما دم روايد واصلا حتى لحد الجثة. اذا هاد الشخص او هاد اشخاص. اجابوا الضحية في طموبيل. اجابوا احتل ديك بلاصة اللي تلقعت فيها عضر ما وعا. احطوها تمنا ومشوف حالاتهم. ايو كيف الصابو بقالها. شي حاجة ما شيهية ديك. على السابو بقى بعيدة ديها بهاد المسافة هذه. ما دم طموبيل كانت مسدودة. شنو اللي خلاه هي يطيح في ديك البلاصة. علش السابو ديالها ترمات ما. يعني باتباش نقول بان الضحية كانت هاربا وجرت واحد المسافة وطح لها في الطريق ره مستحيل. ايضا كما قلت ليكم اعتار روايد كانوا واصلين حتى الفين تلاحة الجثة. كان رشمات ديال روايد. نشيل حتى تسعى من فهموه الدارك الملكي. ما ينفرقة تشخيص قضائي من بعد ما رفعوا البصمات والادلة المشكوك فيها. خضاوا الجثة مجموعة من الصور احترازية من مختلف الوضعيات. ونقلوها المستوداء الاموات باش يدالها تشريح تلبيت اللي من خلاله يقدروا يعرفوا اسباب وملابسات هذه الجريمة. ومن ديك اللحظة بالضبط. عيب دارك الملكي يخدمتهم على هذه القادية. انه اللد بجريمة قتل. اول حاجة بدأوا بها. بدأوا معهم تصويرا ديال الضحية. الضحية كان سميتها خديجة. فعمرها 44 عام. بدأوا تصويرهم شونيشا كيسولوا الناس ديالدوار يشوفوا ربما يقدر يتعرف عليها شي واحد. وخدرك الملكي كانوا يعرفوا بالليه السيدة ما كتسكنش في ذاك المنطقة. بطبيعة الحال من عرفوا هذا الشيء من خلال العنوان اللي عندها في بطاقة الوطنية. ولكن وخاها كما قطعوش لياز ومشو كيسولوا. قالوا ربما لعلى وعسى يكون زي ماشي حد من عائلتها ساكن تماما وتكون هياجات عندهم. ولكن للأسف هذا البحث في الاخر مفاد الضارك الملكي بحتاج حاشا. مزيدهم تقط والقدام. تقريبا جعل سكالي سولو تماما حتى واحد منهم ما قدر يتعرف عليها. كلهم كي اكدوا لما عمرهم شافوا ذاك الدوار. الدارك الملكي من اللي كملوا البحث دياله مباشرة توجهوا العنوان اللي كان عنده الضحية في البطاقة الوطنية ديالها. راه الدوار اللي كانت تسكن فيه اللي كان في الكارت. راه كان كيبعد على هاد المنطقة اللي تلقات فيها الجلتة ديالها بشي سبعة كيلومتر هكي. يعني ماشي بعيدة. امن القبيلة النيت. من اللي وصلوا الدار من اللي تققوا في الباب. خرج عندهم راجلها واسمي تو عمر. راجل كبير في عمره شي واحد وستينة. سيد غير شاف جوندان قدام وتتخلع. قال لهم اياك لا باز. اياك ما مراتي وقعت لها شي حاجة. الدارك الملكي ما غديش يجاوبه. قالوا له قولنا بعدها شريف. فينا هي مراتك. علاش نتك تسوينا عليها. جاوبهم بأن مراته راه من لي خرجت البارح من الدار جوية استدية لاشية. راه من داك الوقت مع عودة ترجعت. قال لهم قلت لي بأنها غادة تمشي تبات عن ضغطها. وراء اليوم في الصباح خاصة ترجع للدار. ولكن الحدثة ما كان حتى شي اخبار عليها. هاد سيدك يقولون بأن عيت ما انتصل بها هي ما كانت جاوب مش. ودك الشي اللي اشتخلعت ومن اللي شفتهم عرفت ممكن تكون وقعت لها شي حاجة. قال لهم من اللي انت صبختها كانت تفاجئ بها كانت تقول لي بأنها ما شفتها شي نهائيا ضغطها. كانت تقول لي بأنها ما جاتش تبات عندي. ومن داك الوقت وانا كنقلب عليها. سيد من بعد ما تتصل بالعائلة ديانها من اللي يسول عليها قاعد نساء اللي كتعرفهم قال ربما تكون مشات عند شي وحدة فيهم. ولكن الاسر لقا حتى شي وحدة من النساء اللي كيعرفوها ما شفتها ولا عندها عليها شي خبار. وان قائد سريع من من شف سيد ما عارف حتى حاجة على مراته. قلوه اشتري فادي بشي معنى الابريقان. قلت مارك غادي سعرف كل شي. ودك شي اللي كان. مش معهم عمر لمركز ديانهم. من اللي جلس. علموه باللي رلقاه ومرته مقتولة في واحد دوار. عمر من اللي اسمح هذا الخبار ما فهم وانه. السيد بقى مصدون. كيفاش? فو كاش هتكون هاد المرات قتلات. اياك غير آآ البارح خرجت منطار وهي ما في هاته شي حاشا. سحاسلا. سيد ما كانش مستوعب كيفاش وقع لمرته هاد الشيف اللي لدي للبارح. المهم من بعد ما شرحوا ليه كيفاش لقوا الجده والحالة اللي كانت فيها. درك الملكي يطلبوا منه باش يتعاون معهم. ويجاوبهم على اي سؤال غيطرحوا عليه. واي معلومة عنده يقولها بلا ما يتردد. يعني اي حاجة كعرفها على مراته. خاتتكون غير بسيطة. يقولها ليه. قالوا له شكون في نظارك ممكن يقتل مراتك بهالطريق. واش كتشكف شي واحد. والشي واحد عنده معي شي مشكل. في هاد اللحظة عمره يتهم خوه الحوسي. قال لهم اللي ده الفعلة ما يكون غير خوية. خوية هو اللي يقدر يقتلها. هو الواحد اللي عندي معها مشاكل على الورث. ابا قبل ما يتوفى كان يسرى من عنده واحد الارض بالله خبار اخوه. انهار توفى ابا جاء عنده على اساس زماء قسم الورث بيناتهم. ديك الساعة علموا بلي ديك الارض. يعني الارض اللي يجا هو عليها. راه باحها له ابا من اللي كان في الحياة. وعنده الورقة على هاد الشي. وهاد الشي رادر ابا بالارادة دياله. واحتفلوسها راه اعطاهم ليه. يعني ما كيتسال تشي حاجة مشي تنازل له بيعه. او مارك يقول الدارك بسبب ديك الارض. ولا تعدوا كبيرة ما بينيه وبين خوية. زماء الضوء حالا نصب على ابا هو دالي هالأرض بالزز منه. حيث اخوه كان يتأكد بأن ابا ما عيبيعش بلاده. قال له موم داك الوقت سونا ويا في المشاكل. الدارك تقول لك كل مرة كيهددني إلا ما عطيته شي حقه. غالي سفهلي. قال له مدبرت قريبا. شي شهر هكاك. جاء عندي حتى الدار. وناد بنتنا واحد اصداع كبيرة. لهذا الموضوع هذا الناس. يقول لي عطينا هرزقيا من الصاد. وبالإمارارة كانت حتى مراتي خديجة. ارا خرجتك بلادك ادبز معها. وتما في ان اخويا هددها قدامي. قال لها انتي مش بدل بلا. وانتي سبب المشاكل كاملة. من النهار ادخلت لهذه العائلة. وحنا غير في الصدار والمشاكل. وش حال ما بقى. قادي نصفيها لك. قادي ناخد حقه منك. واخ. عاودوا سولوا الجدرمية وقالوا له شكون من الناس لمؤخرة. كان كي يدخل عندك بزا في الدار. نجاوبهم وقال لهم محتاج شي واحد ما كان كي يجي عندي. السكنة ديالي بعيدة. ومنعازل على الدور. ودك الشيالاش فين قليل في كي يجي عندي شي واحد. قلوا له من غير المشاكل اللي كانت عندك مع اخوك. وش ما عندك شي عادة واخرة مع شي واحد. قلهم لا. انا واحد السيد اللي ما كان قادي احد. وتواحد ما كي يجي بتصدعي. كان قاديهم ما كي اديوني. احتمنا زيال دوار. ما عمرني ما تدعيت مع شي واحد ولا تناقشناه ولا تشديت معه. مهم ما نمور ما بحثوا مع هالدارك نزيان. تلبوه منو يمشي معهم المستوى دع الاموات. باش يتعرف على الجده ديال مراته. ودك الشيلي كان. نشى معه مع عمر المشرحة. وفعلا غير دخل وشاف الجده. مباشرة. تعرف عليها. واكد لهم بان هادي هي مراته خديجة. من اللي يكملوا الاجراءات ديالهم معه. تلبوه منو انو يمشي في حالته. قلوه نشوف في حالة تحتاجينك شي حاجة من بعد. را غادي نستدعيوك. في اطار البحث. الدارك الملكي استدعاو اخو عمر. هذا الحوسين هذا اللي كان بناتهم استدعا. استدعاوه باش ياخدوا الاقوال دياله. حيث هاد السيد قل ليهم بان نار عنده عداوة مع اخوه على الارض. وهو شك فيه يقدر هو اللي يكون قتل مراته باش ينتقم منه. يعني هذا سبب كافي باش يخلي الدارك الملكي يشكو فيه يدلوه في دائرة تيها. يعني قال خاصون ضروري يعمقوا مع البحث ويشوف واش عنده شي سيلا به هاد الجريمة ولا هلا. اخو اوامار كما الناس ميتوا الحوسين. تعه هو راجل كبير في عمره ستين سنة. سيد كبير شارب عقله قلسه وبدو كيسوله. قالوا له شنو المشكل اللي خلاك تمشي تهجم على دار اخوك وهددته هو امراته بالقتل. اهنا في الحوسين اي بداي يعود ليهم. قال ليهم باللي اخوه من صغره وهو انسان طماع. مادي. كيف يفكر غير فراسه. واي حاجة فيها الفلوس كي بغير يديها غير هو. قال لهم بقى كيدور بالوالد كيدور بالوالد. احتى خلاه يكتب له الارض اللي عنده. ما خلله تهج. خلاه على البص. قال لهم انا من اللي عرفت هات الخبار. مشيت عند خوية باش نتفهمها زي ما باللتي هي احسن. على اساس زي ما كيمكن الحال. راح ناخوت. وهو ما اخصوش يديلي دياني. قال لهم انا مفكرش نهائيا باللي قدر يكوني في حقي. كما حتى كانت فجأة به تسيف فعلية. وكيقول لي الارض دراني شريتان عنده بفلوسي. يعني في الاخر ما عندي تشريه. قالوا ما دي اللي ما قدرش نتقبلها. واصلا ما دخلت ليش الراسي. النبا يبيع الارض الخوية. حسين كي يقول. يعني اخو في ذيك الوقيتها. انا ما عنده حتى ما ياكل. قالوا غير يخلص الارض بالملايين سحا. قالوا ما راح تافش مشينا نقلبه. الحساب البنكي ديال المرحوم. وما بقينا فيه حتى شريتان. يعني اخو يجمع له حب وتبن. وما خلال له حتى شي حاجة. ومات هنا حتى كتب له الارض كاملة دياله. المهم دارك الملكي من بعد ما عمقوا البحث مع الحسين. هيعرفوا منه بليخوه قبل ما يتزوج بالضحية. كان مزوج بواحد سيدة سميتها رحمة. هاد رحمة كان عنده معاول سميته سعيد. ومن بعد مدة هو مزوج بيها. طلقها. وتزوج بهذا خديجة اللي تقتلت. قال لهم من ذلك الوقت. ما بقى كيسول لا على ولده. ولا عارفوا حتى فين كين. قال لهم السيد كي يخاف بزاك من مراته. ما كيقدر شي نفنف قدامه. كل شي كي يدروا موافقة دياله. دارك باش يزيد ويستفزوه. يعارفوا شو ما تحتراته. قالوا له زي ما علش ما تكونش انتل قتلتي مراته. من اللي شفتها كنت تحكم فيه. فكرتي باللهيين اللي حرضاته احتخذها لك حقك كامل. داك شي لاش فكرتي مع رأسك. قلت يجي نصفيها لها ونتهنم منها. كان خاصك تحيدها من طريقك. ومن بعد عدو تصفيها حتى لخك. باش داك الوقت اللي يدخوك. في اللقاء يبقى لك غير نتبحتك. الحسين غير شاف جون دار متاهمه بالجريمة. سيد خاف على رأسه. ارتابك. ولكن في نفس الوقت تبقى مصر على الاقوال دياله. كي يقول لهم انا ما عندي التعليق بها الجريمة هذه. ما عندي سب ندخالها فيها. قال ليهم انا ما انقدرش نقتل المرأة. انا انسان كنخاف الله. عارف بيني وبين سيدي اربي. كنت كنت ندبز معه. وسباق لي هددتها بالقتل لا هي ولا هو. ولكن انسان ما فيه عظم وانتما كتعرفو راكت في لحظة غضب وبنادم كي يخرج اي حاجة. ولتهو مراكنه كي هددوني. الجوندر ما تقوش به. حيث الحادثة كي يبقى هو الشخص الوحيد اللي عنده دافع قوي يخليه يرتكب هالجريمة. ولكن حيث ما لقوا احتشي دليل ضده اللي يخليموا يبقوا شدين وانده. تلقوه يمشي في حالته. وفي نفس الوقت تلقوه حطا عليه العين. بقاهم راقبين وغي من بعيد. باش يعرفو في كي يمشي وفيين كي يجي. ما عملك يتلاقى. ما يبقوا الدارك المالكي مستمرين في البحث على هذه القضية دي. احتدت مودة. مراها خرج تقرية ديال الطبيب الشرعي. تقرية اش كي يقول فيه الطبيب? كي يقول بلي الوقت اللي تلقات فيه الجتة. راها كان يالله دازة للموت ديالات قريبا شرب عشرين ساعة. اما سبب الوفاة كانت هي ديك الضربة القوية اللي تلقات لها في الخلف ديال راسها. المعلومة التانية هو ان الضحية ما كانت متعرضة لحتاش اعتداء لا جسدي ولا جنسي حيث من دفارها. انا ما فيهمش الاتار ديالشي جلدها ولا لدين ديالشي واحد. معلومة اخرى كانت مهمة مهمة بزاف هو داك الطراب اللي تلقاها لحواجها. ما كانش متطابق نهائيا مع الطراب اللي اللي نوعي ديال الطراب اللي كينة في داك الارض. يعني بحال بلاسة تيرس و بلاسة حمري. الهاجة اللي خلات جوندها نستغربوه هي من اللي عرفوا باللي الحواج اللي كانت لابسة الضحية كان عليهم بعض الاطار ديال لاجريس. داك زيت الكحل اللي كي يستخدموه في الغراجات ديالسيارة عن ميكانية وعن طول ليوح. وغير توصلوا بهذه المعلومة اعطاوه جوجه احتمالات. يا اما الضحية كانش في بلاسة من هذا البلاس هالو شي كاراج. ودك لاجريس نسغلها في حواجها. ويا اما الشخص اللي ارتاكب فيها هالجريمة راه اصلا يكون ميكانيك ولا طولي ومن اللي يهز الجوتة ديالها خلى فيها الاطار ديالك سوجه. تاركم اللي توصلوا هذه المعلومات. عاودوا استدعاء ولوس الضحية. يعرفوا منه النهار اللي وقعت فيه الجريمة هو في كان بالضبط. طبعة الحال حيث الحدثة راه باقي هو المشتبه بالوحيد في الجريمة. ودك شي اللي كان. غير جابوا الحسين عندهم المركز. داروا به الدارك الملاكي دورة الخاتس. داروا من كل جهة. وكل واحدة يسولوا. قالوا قلنا التاريخ بالضبط. اللي وقعت فيه الجريمة في الوزي نهارك. قال لهم بان هو اصلا ما كانش داك النهار في الدوار. كان مشا عنده ولده السوق. باش يبيعه وش يغنم دياله. ومن اللي وصلت الربعة ديال للاشياء عادة رجع على داره. من بعد خرجت لقابة شي رجال تسمى. يسوفوا هات القهوة. من قها شعبي. لعبوا كارطة. وعادة رجع في حالاته. بقاوك يلعبوا حتى الجوية ديك السبعة عادة ادخل هو الدار. من بعد ما عاود تخرج له هو ولا ولده. ادخلوا دار باش يتأكدوا من الاقوال دياله. اخضوا امر من النيابة العامة. باش يمشيوا يقلبوا داره ويشوفوا كين شي اعتار ديال لاجريس في داره. غاو يشوفوا هاتيك الدار. هي اللي تنفدت فيها الجريمة ولا لا. وعندهم غالا ادخل هو يسولوا عائلته ويتأكدوا من الاقوال دياله. يسولوا عليه حتى الناس طوار جيرا. يشوفوا وجدك النهار كما قال هو رهم الشاه هو والده والغلب في السوق ولا لا ولكن غيك يدبر لهم. او في عنا عد الشي اللي يوقع. الجرون دار مغيت وصلوا بأمر من النيابة العامة مباشرة توجهه مع فرقة تشخيص القضائي الدار ديال الحوسحي. من اللي يدخلو؟ بدأوا كي يقلبوا في الدار قند بقند فلاوعة. ما خلوه حتى شي بلاسة ما قلبوش فيها. احتم داك المحلول ديال اللومينول اللي كي تأكدوا بإمن دم واش كان الاطار دياله ولا لا حتى هو استعملوه باش يتأكدوا واش فعلا كان شي دم بتنمه ولا لا. وخاي سيقوه وخاي يوم يديرو كي يبلهم الاطار بذاك المحلول ديال اللومينول. وخاد مشهود هذا كامل. فالأخر ملقوا حتى شي داليل اللي يقدر يورط الحوسين في القضية. من بعد ما بحثوا مع عائلته مع الناس. كل شي كي يقول. كل شي كي يأكد لهم. الهضر اللي يقال هو. لقوا بالصح السيد ووز داك النهار كامل في السوق مع ولده. هو في العشية من اللي يرجع من السوق تلقى مع صحابه ومشاول واحد قهوة الشعبية لعبوا الكارتة على الرجال. يعني الدارة كلهم متأكدين من اللي السيد ما عنده حتى شي علاقة. لا من البعيد ولا من قريب بها الجريمة. ولكن السؤال اللي بقى مطروح. انا ما كانش الحوسين هو اللي يقتل المرات اخوه. اذا شكلها يكون قتلها. وهذا السيد اللي يقتلها. لماذا يقتل المرأة؟ ما سرقها مواله. اذا شنو دافع الجريمة? شنو بغى عندها? هاد الاسئلة كان دارك الملكي خاصهم يلقوا لها اجوبة منطقية. شنو عيديرو? قروا يزيدوا يستعوا البحث ديرهم كتروا كتر. بدوا كي يبحثوا مع الطالقة دي العمار اللي يطلقها اللولة. ربما. ايك ما تكون عندها شي علاقة بها القضية. حتى دارك يبقى احتمال والد. حيث كان بعض الازواج وخاك يتطلقوا. كي يبقى بناتهم اصدعوا المشاكل. وماذا يجعل الجنضار يخرجوا بديك الساعة عند رجل ضحية. باش يسولوه كيف كانت علاقته بطالقه وولده. واش كانوا بناتهم شي مشاكل مؤخرا ولا لا. وفي نفس الوقت يطلبوا منه باش يعطيهم العنوان ديالها. اد سيدا يقول الجنضار باللي راها هذه السنين طويلة باش تفارقت مع الطريقة ديالي. ومن داك الوقت. كي يقول لهم ما بقيت شفتها ولا عرفت عليها شي حاجة. قال لهم راح تقول دي ما كان نشوفوش. ديك الساعة سولوه وقال له واش كانوا بناتكم شي مجاكل اللي خلاوكم تفارقتوا. واش ناط بناتكم شي صداع. قال لي هم لا. تفارقنا وما كان حتى شي سبب في ديك الفترة. تغنينا وصافي. انا فاش تعرفت على خديجة. مع الوقت لقيت راسي مرتاح معها. وهذا الشي اللي خلاني نطلق رحمة. طلقت رحمة وتزوج للخديجة. ادي اللي توفات لي رحمة. وهذا الشي اللي كي. المهم بعد ما اخذوا منه العنوان ديالي طالقته. ديك الساعة توجهوا الدوار اللي ساكنا فيه. اش هل نقلبوا على هذا رحمة. من اللي يوصلوا بده وكي يسهلوا عليها. هيتفاجأوا بالنس كامل بكي يقولوا لهم باللي هاد سيدة هادي. رات قريبا شي عام ده بباش شوفت. كيلو لهم ورا الحد ساعة. بقى غيولدها ساعد هو اللي عايش بها ديك افضل. في اطار البحث اللي داروا الدرك درك الملاكي في دك الدوار هيعرفوا من الناس واحد المعلومة اللي عاد تكون هي راس الخيط باش يفكوا لغز هاد القضية هادي. هيعرفوا باللي ساعد هو والد رحمة. عندي واحد الجارة الصغير كي يخدم فيه سي كليس. مهم هاد المعلومة هادي هتخلي الشكوك كلها هتولي تدور على هاد الولده هادا. خصوصا بعد ما اذكر ليهم طيب الشرعب اللي الحوائج اللي كانت لابسة الضحية كان عليهم الاطار دي الله جريس. ديك ساعة الدرك الملاكي توجهوا مباشرة للمحل دياله. بشا قلت ابنه? قاهم سدود. حياهو ما يضقوا. شنو عيدلو ده با? خلوا لي اهتمام حل السيداء على اساس انهم اللي يتوصل به. يلتحق بهم الغدلي زي ما للمركز. ده نهر اللون نهر الثاني الثالث والحد ساعة الاطار ديال ساعد ما كانش. السيد ما بنش عندهم نهائية. ما جايش عندهم لابريكا. مهم دارك باش ما يزيدوش يطيعوا الوقت ما يخليلوش الفرصة في ان يفكر انه يهرب. ارجعوا مرة اخرى خرجوك يقلبوا عليه. بشو لطعب. بشو لماحل ديالو. ولكن هيتفاجأ وحتاج المرة بان المحل المسدود. اهنا مشوا عند واحد سيد عنده محل كي يبيع فيه الخضراء مقابل مع الجارج ديالو. سولوا وقالوا له امتى اخر مرة ساعد فتح فيها المحل. السيد يقول لهم ساعد رايدة بشوية كان حال المحل. كون جيتو غير نساعة كنتو غادي تلقاوه. دارك يسميه هاد الهدرة. شكو بلي ساعد مية في المية عايكون هو مولفعلة. وبحلواله شي واحد كاعدتها الخبار ديالهم من تسمى. يعني غاك يدخلوا الدارك المالكي للجندان شي حد كاعدت له التليفون باش يهرب. وبنشي قدروه ما يوصلوا له بالزربة. قرروا يدير واحد الخطة. ديك ساعدوا في حالته خلوه احتلغت له ورجعوا لنفس الدوار. ولكن هاد المرة كانوا مرفوقين بكاميرات ديال الدرون باش يراقبوه ويعرفوه في كان كيت خباب لما يعقبهم. كانت الخطة هي قبل ما يدخل الدوار يتلقوه الدرون على ارتفاع عالي فوق الجاراج دياله. وف نفس الوقت جوج دارك يينهزوا التموبيل ومشا وقفوا بها وصل الدوار باش من يتسل الجاراج ويهرب يقدروا يعرفوا البلاصة اللي مشا تخبب فيها من خلال ديك الكاميرا الكاميرا ولات متوفرة. رغين الناس ده بل يديروا في اليوتيوب كيستعملوها باش يصغور. وفين عندك شي لوقع. من خلال الكاميرات عيبال لهم واحد دري صغير مشا كي طير عند ساعد. مشا كي يجري عندو. اهدر معها بزربة ومشا في حالته. ديك ساعة ساعد. سد الحانوت. ومشا كي يجري تخبب في واحد جنان باش ما يبينش ليهو. الجندرما مراقبا بالدرون. غير حدوا الموقع دياله مباشرة وحاصروا من كل جهة. وخساعد عياما يطير عياما يدير المحاولات باش يهرب منه. ولكن في الاخر قدروا يعزاق له. الدوينيش الاقرب مركز ديالدارك اللي كان في ديك المنطقة باش يبدو يباحتون معها. دخلوا المكتب ودهروا بهم كل جهة. قالوا له شو يا شريف. احنا عارفين باللي نتلي قتلتي مرة تباك. لابلها ما تحمقناها وبدو خالينا قلنا علاش قتلتيها. في الاول ساعد نكر. قال لهم انا اصلا ما عارفش بان مرة تباك قتلت. ولكن مع الضغط والزيار اعترف لي هون في اللخر باللي هو اللي يقتلها. فالاعتراف دياله كي يقول ساعد باللي طفولة دياله كاملة ده صعبة. من نهار بات اللقمه ما بقاش عقلة له نهائية. ما بقاش كي يشوفه ما كيصرفش عليه. من غير انه ما كانش كيمشي يطلع عليه حتى فلوس المصرف مع مرور اعطاها لامو. وهذا شي اللي خلاها يعيش بظروف مادية مزرية. كي يقول لهم بلي من صغري وانا مكرفس. من صغري وانا معدب. ما كالقى ملبس. ما كالقى مناكل. ما كالقى باش نسلي الكتوبة لانقربهم. مهم دازت عليه. دوز اسوأ الظروف حتى كبر ومن بعد سفات الام دياله. دررق عرصه غيب وحده في هالدنيا. في المقابل كيشو بباه بيسر عليه الله. قال علاش ما نمشيش عن دباه ونعيش معه. وعلاش زمام يخدمنيش معه في شي حاجة. قال كيما كان الحال را كان مقاول دوم نصربه من لحمه ودمه. ما غاديش يفوتني. وفعلا اندك شليده. مش عن دباه الدار. على اساس يهدر مع هالد موضوع حتى كيتفاجأ بمرتبه كي نغيب بحدها تبنا. كيقول ساعد من اللي حلت علي الباب. ما خلتنيش حتى ندخل الدار. حرصني في الباب. وقال لي يا ببك اللي جاي عند دوره ما كانش. قال لهم من خلال اللي هضرت اللي هضرت معها. بدأت كتقول لي رانا عارفة باللي اموك توفات. ولكن انتي كتفكر باش تجي تعيش معنا هنا يا غير نساعد الموضوع حدا أولي. حتى درزق اللي كتشوفه كامل قدامك. را كتبوا لي يا ببك بسميتي. يعني انت ما كتتسالفي حتى شي حاجة. قال لهم المهم نقاتلي اودنية وما خلت ما سمعتني منها دور. في الاخر جزرت عليها. قال لهم ادشي اللي خلالي نحقد عليها. حيث الامل الوحيد اللي كان عندي. ساعة ما باش نجمعنا وبابا ونعيشنا وياه في دار واحدة. ما بقعش. امن اللي كان عندي ولا مستحيل. خديجة حرمتني منه. ولكن وقع هكا نخليهم يتهدنوا شويا نخليه يتهدن. وعاود نرجع عندها اي اوبا نهضر معاهم ونحاول نقنحهم. قال لهم بقعت حتى ذلك النار اللي وقعت فيه الجريمة. مع ذلك ساعة الكرويلة دياله مشاقص ضرب بها. في ذلك الوقيتة تصادف مع خديجة في الطريق. حيث هي في ذلك الوقت كانت غادة تبيت عن اختار. المهم يتلاقها هو في واحد البلاسة مخلوية. بحال شكل ديال واحد غويبة صغيرة. مل فيه من ناس كي يقطعوا منها كي يختصروا منها الطريق. ووقف سعيد وبدأ كي يحاول يهضر مع مراتبها. زي ما كي يحاول يقنحها باش خليه يجيسكن معهم. هنت كان مأكده هو الى ما قسنعتش هي ما وافقتش. راه ببا ما غاديش يوافق. عارف بانه سألوا ديال ببا عندها. قارى اللولو الاخير ديال مراتو. المهم يبقوا كيد دي ويجيبوا في الهضراح تقول له مراتبا كوكتيراجر. خرجك هز راسك. قاما جيد تتحاز عليها وترغبني. ما يبقوا مني منك. حتى الواحد اللحظة. خادي جاعة هزيتها وعا تصرفكه. كي يقول ساعد بليستفز ذاته الواحد درجة كبيرة. احتمش عشب راسه وتهجم عليها. هز واحد الحجرة يصم. وضربها بها الرأس. هي كانت غادر قدامه. واجبت بها الرأس. في البلاسة المرة طاحت. طاحت بموتها. انا شنو عايدين. ملي شاف الدنيا خاوية. ملي شاف راسه ما شافه حد. اصلا ديك الوقيته كان بدات تعاشى. بدك يضع من الحال. بدك تلفى. هز الضحية ودرها فوق الكرويلا دياله. غطاها بوحد الباش ديال البلاستيك. ودهني شد دك دوار اللي ما كانش بعيد عليهم. ولاحف ديك الارض. بش يوهم الناس ويوهم احتدى لك الملكي. باللي جريمانة وقعد تمها في ذاك الدوار. وبحكم ما كانش بينه وبينه. مرة تبقى اتشي علاقة. وما شافهم حد مجموعا مع بعض ديتهم. قال اتشي واحد ما غاد يشك فيها. وهم ديك الساعة عاد عارفوا البوليس باللي راساب وديل الضحية. طاح في الوقيتها. اللي كان داخل بها في ديك الارض. يعني ماشي طوموبيلا ديك رويلة. ما كان زهدل طاح لها الصاب. وعارفوا بينا دوك رويلة رماجي ديال طوموبيلا. العبار كان عبار واحد تقريبا. ما لاحظوش انه كان فرق. طوموبيلا في حجم الكرويلة تقريبا. مهمات الساعة اعترف لهم بانه هو اللي ارتكبها الجريمة. واعترف لهم اللي مليك يدخلوا الجوندرم الدوار. واحد صاحبه. هو اللي كيمشي يعلمه باش يمشي تخبع. باش يهرب منهم. يعني حتى صاحبه سيتحاكم بالتسطور على مجريم. مهم كانت الاعترافات الكاملة ديالساعد. مهم من بعد ما اعتقلوا صاحبه حولوهم بجوجه للمحكمة. تحكم على ساعد لانه عنده القتل العمد تحكم عليه باستجن المؤبد. الصاحب الذي تستر عليه وكان كي يساعده تحكم عليه بخمسة سنين ديال الحبس. مهم قصتنا سالات. لايك تتبلينا ما كاتب الخير. اللي خرجنا نظر العب باللعب. لازقنا حسل الخاتمة. يجعل اخرنا حسمه اولنا. ويجعلنا خفاف على قلوبكم. ويرزقنا الصحر. السلامة وطول العمر. والفلوس الحلال. اخوتي اخواتي ادوزوا بخير. تقاوض ان شاء الله. في نفس الموعد. صلى الله. اشتركوا في القناة